اشتركوا في القناة في سعر زيت الزيتون ويده على جيبه مع البداية الأولى لتسويق الزيت الجديدة لهذا الموسم حيث تشير المعطوية المتوفرة إلى أن ثمن اللتر الواحد سيتجاوز بكل تأكيد حجزا من الدرهم وربما سيصل إلى ما فوق 120 درهم في الوقت الذي تشير الأنباء القادمة من أسواق شرق المغرب بأن الثمن لا يتجاوز 65 درهم في انتظار خفاضات بعده طول الأمطار وارتفاع كمية الزيت المحصلة عن كل قنطار من الزيتون إلى كمية تتجاوز 20 لترا كما يعلق المهنيين هذه الزيادة على شماعة الجفاف وضعف المردودية هذه السنة مؤكدين أن 100 كيلوغرام من الزيتون تنتج أقل من 15 لترا من الزيت فقط إلا أن عدد من المتتبعين اعتبروا أن السبب الرئيسي لهذه الارتفاعات يتمثل في دخول المضاربين على الخط حيث باشروا منذ مدة عملية للصحواذ على المحاصيل بأثمنة لا تتعدى سبعة دراهم للكيلوغرام ليعيدوا بيعها بأكثر من 11 درهم أي أنهم يحققون هامش ربح صافية فوق أربعة دراهم في الكيلوغرام الواحد بدون أداء أثنى تعب وأشدد عدد من المتتابعين أن المجهودة الحكومية في تقييد تصدير الزيتون خلال هذه الفترة لن تعطي نتائج المرجوة داعين وإزارتي الفلاحة والداخلية إلى إجدتات سرطان الشناقة وهو ما سيمكن من تخفيض الأسعار وإعادتها إلى معدلات مقبولة نسبيا